كل الناس عايزة تبدأ تخش عالم الديجيتال فيلد او التسويق الالكتروني طيب هو مفيد لمين هو ازاي نخش طب هو نتعلمه ازاي طب ما احنا كلنا عندنا موبايل او طب ما احنا كلنا عندنا سوشيال ميديا طب ما كلنا بنشوف الاعلانات هو ده معناه ان انا اقدر اني ابقى بعمل بالفعل محتوى وابقى بنزله وابقى هشوف الناس بتعمل ازاي وعمل زيها وابقى بشتغل وده هيوديني بعد كده ان انا بقى بكسب هل ده اللي بيحصل ولا الموضوع محتاج مذاكرة بشكل معين او محتاج مواضيع معينة ادرسها طوبيكس معينة بقى بركز عليها ابليكيشنز معينة بقى بتعلمها محتاج استراتيجيات معينة بقى بخلي بالي منها ويبقى عندي كده زي تشيكليست نقطة نقطة واحد نقطة اثنين نقطة تلاتة نقطة ربعة نقطة خمسة ابقى بمشي على كل نقطة منهم وابقى بحققها فتوصلني للي بعدها فقدر بعد كده ان انا لما اجي ابيئة خدمة او ابيئة منتج الناس تبقى بتشتريه كل دي اسئلة هنقض ندردش عليها النهار ده خصوصا ان هو انا معي شركتي في في الحياة وشركتي في في الكورس عن التسويق الالكتروني احنا لاتنين اتعلمنا مع بعض التسويق الالكتروني يمكن من من عشر سنين او اكتر وychنا بنتعلم فيه خطوة بنتعلمها سوا وبناخد مع بعض كورسات وبناخد مع بعض محاضرات وبنروح وبنجرب وبنوقع وبنقوم وبنقوم معانا ناس تانية فيعني خليني النهاردة اه اه اسلم على مارينة زكة مارينا. اهلا بك يا جو كم ان انا Vil computation ان انا بف incapable ان انا هتكلم النهاردة عن الكورس وإن شاء الله البودكاست يكون لذيذ وخفيف ومفيد للناس إن شاء الله أنا النهاردة حبدأ ألعب معاكي لعبة سؤال وسؤال مش هيبقى سؤال وإجابة يعني أنا هسألك سؤال وإنتي هتسألين سؤال إحنا الاتنين محضرين طبعا لكل دوت فأنا مهتم إن أنا بقى بأسألك بأسئلة أو أسألك عن أسئلة ليه علاقة بكتابة المحتوى وحبقى مستني منك تسأليني أسئلة ليها علاقة بفهم البلاتفورمز أو بفهم المنصات نفسها بتتحرك إزاي وبتمشي إزاي تحبي مين يبدأ لا اسألني أنت الأول السؤال الأول هل ممكن تقولي لي ليه صناعة المحتوى بقت مهمة لأي حد عنده بيزنس طيب دلوقتي أنا حد عندي بيزنس ولستا ببتديه المفروض إن أنا أعرف نفسي للناس إزاي أول ما ابتدت كده هروح أعمل إعلان في التليفزيون ولا هروح أعمل بالبورد في الشارع أقل بريم موبايل دلوقتي كل الناس معاها موبايلاتها في المواصلات بتسكرول موبايلاتها في الشغلة بتاخد بريم بتسكرول موبايل وهي قاعدة في وقت فراغة تسكرول موبايل فأهمية المحتوى إن أنا ببتدي إن أنا أقدم للأودينس بتوعي أو جمهوري المستهدف أنا بعمل إيه في واحدة واحدة كده مش بخش عليه الأول لا ده أنا ده أنا كونسلتانت ده أنا ماجستير في مش عارف إيه أنا لأ لازم أركز الأول على الأودينس بتاعي إيه منطقة الألم بتاعته بيحس بإيه الإيموشنس بتاعته المشاكل بتاعته وفوكس عليها الأول وبعد كده أبتدي إن أنا أقدم أنا هحلله المشكلة دي إزاي أو أنا هفرق معاه في حياته إزاي أو في اللايف ستايل بتاعه إزاي ممكن ندي إجزامبل كده بسيط حد بيبتدي براند صغير للشنط الجلد الطبيعي هو عنده زي ورشة صغنونة عنده في البيت وبيبتدي يصنع شنط دي الشنط دي مختلفة في إيه إن هي الجلد طبيعي فمختلفة عنه في السوق إن هي بتعيش وا 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 تمام هبتدي إن أنا أعمل أعمله زي تعريف كده بقى أنا بعمل إيه؟ والله أنا عندي كولكشن من شنط الجلد الطبيعي الجلد الطبيعي دوت هيعيش معاك سنين كتير ليه الأودينس بتوعه المحددين بمعنى إن ممكن أبهاتنا وأمهاتنا يريليتوا أكتر لحاجة الجلد الطبيعي أكتر مننا إحنا بنحب الحاجات الترنزي والحاجات اللي فيها ألوان وكده بس لو أنا هتارجت مثلا أمهات أو ستات كبيرة أو هتارجت رجالة كبيرة أنا لازم أخطبهم هم أقول لهم أنا هقدم لكم إيه؟ أطلع أعمل ديزاينات للشنط تناسب الستات الكبيرة أما تقول دوميلي ده بقى بالحطة بتاعت القلب أو البين اللي كنت ديزاي تتكلمي عن البين الستات الكبيرة مش بتقدر تنزل إن هي عايزة تباني إن هي شيك وفي نفس الوقت مش عايزة تنزل كتير تجيب حاجات مش قادرة تنزل تلف فأنا بوفر لك أونلاين شوبيج بالشنطة اللي انت عايزها والله عايزها سودة عايزها بني عايزها الألوان اللي انت تحبيها تطلبيها مننا والشنطة دي هتعيش معك كتير قوي بنفس الشياكتها وأنقطة زي ما انتشتريتها لسنين جاي الشنطة دي مثلا ممكن تنزلي بيها إزاي إزاي أقضر ربط ده بالألم انت بتقولي ألم ما هو أنا قلتلك يعني مثلا لو انت عايزة شنطة تعيش معاكي أو لو بتجيب شنط مش بتعيش معاكي طف هو ده لو مش بتجيب شنطة اللي مش بتعيش معاكي أو بتتقطع بسرعة أو بتقشر بسرعة لو مش بتحبي تلف كتير لو عايزة تبقي شيك وأنيقة ومتميزة في لبسك الستات الكبيرة بالذات بتحب ان هي تمسك يونيك بيسز كده ما يبقاش حد ما سيكها تبقى شيك الناس اللي شوفوا يقولوا لها إيه الجمال ده يعني بيحط نفسها في لايف ستايل كده لزيز أنا هحتاجنا نحطها في لايف ستايل ده لو انت بتحبي شونة الشيك اللي تعيش معاكي اللي تحسسك بقى نقطك إيه 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 تمام فده هتلاقيه معانا لو أنا بخاطب مثلا أمهات جديدة فأنا عندي شنطة بحجم معين وأنا مثلا مثلا عايزة بيعها أكبر بقى السيجمانت بتاعي مش بس الستات الأمهات الكبيرة لأ أنا هنزل بالسن شوية أباعها للأمهات فممكن أباعها لهم إزاي مثلا ممكن أعمل فيها إيه والله ممكن أجيب الشنطة دي وحط فيها كل لوازم البيبي وقول لها أن انت ممكن تنزلي بكل لوازم البيبي بتاعتك ولوازمك الشخصية انت والبيبي من غير ما تبقي شايلة شنطة على ظهرك من غير ما تبقي بشكل مبهدل لا وانتي أنيق وانتي شيك وانتي محتفظة بالشياكتك فأنا كده خاطبت السيجمانت أكبر بمشكلة برضو بين لأن اللقمات الجديدة دايما بتحس أن هي شايلة حاجات كتير مبهدلة مع البيبي مع الكلام ده كله فمش بتلاقيش هنا تشيل حاجات البيبي غير الشنطة الباك فبتحس أن هي مش نزلة شيك فلا أنا هقدم لها ده في شكل محتوى فيديو سريع بيقول الشنطة بتشيل إيه دي برضو فكرة فالناس هتعرف منين أنا بعمل إيه أنا المنتج أو الخدمة دي أنا بقدمها لمن غير من الكونتنت اللي أنا هعمله من الحاجة اللي أنا هقولها أقول لهم فوائد الجلد الطبيعي أطلع كده في فيديو أو في بوست لذيذ إيه اللي يختلف في الجلد الطبيعي عن الجلد السنوعي فيه ناس بتقدر قوي قوي بتدفع أموال في الحاجة الجلد الطبيعي يعني فيه ناس كده بتقدس مثلا لحاجات الجلد الطبيعي عن الجلد السنوعي أقول لهم إيه فايدة الجلد الطبيعي عن الجلد السنوعي ضحف يعني أنا مبسوط أن أنت ما تكلمتيش على بيع أنه صنعت المحتوى هو مش بيع هو مش الرجل اللي بيعدي في القطر اللي بيرمي علينا السمسمية على رجلينة لا ده أنت بتقدميلي إيمة بتقدميلي حدوتة بتقدميلي قصة بتقدميلي فوائد وبناء عليه بسك وإيه بعده بشتري بالضبط خليني أقول برضو إجزامبل تاني عن سيروس أنا قلت على برودكت عن سيروس خدمة يعني مش خدمة دلوقتي أنا حد خبير تغذية أخصائي تغذية أخصائي تغذية فأنا عايزة أوصل للناس أنا بعمل إيه يا جماعة أنا واحدة خبيرة تغذية أنتم ممكن تيجيوا تعملوا معاها أو تيجيوا استشارة أو تشوف الحالة بتاعتكم وتبتدي تمشي معاكم بنظام غذائي معين عشان توصلوا للوزن المثالي اللي أنتم بتحلموا بيه فالمفروض أن أنا أعمل إيه في المحتوى بتاعي أطلع أعمل إعلان في التلفزيون مش هيميك سنس مع الناس بس ممكن أقدم إيه ممكن أقدم وصفات صحية ممكن أقدم إزاي أعمل وصفة الحاجة الفلانية اللي فيها زيت كتير قوي قوي بشكل صحي في الإيرفراير ممكن أقدم أعمل مثلا وصفات الصلطة اللي الناس مش بتحبها ممكن أعمل وصفات ودريسنجز للصلطة مختلفة فتخلي الناس تحبها أكتر ممكن أعمل شوكولاتة بالضبط حاجات كتيرة قوي 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 أكتر أعمل الناس بتخاف منها ممكن أنا أعملها بطريقتي قوي بمأن أنا عندي العلم أعمل ممتجات قافي قهوة الناس كلها أداكتت بيها ممكن أقدمها بشكل صحي أعمل وصفات للقهوة في البيت بشكل صحي بعسل بقى بسكر ضايل هم ينصحونا بقى فيها بالضبط بالضبط بس الفكرة أنا هطلع أقدم المحتوى ده إزاي الناس هتشوفوا هتقول أه لا دي فلانة أنا فعلا جربت الوصفة دي الوصفة دي فعلا حلوة وأنا بعملها فعلا لبيتي أو لأولادي أو الناس اللي عايزة تعايش ولادها في healthy life style الوصفات دي هتفيدهم فهونسا هم هيحتاجوا خدمة بعد كده أو حد من معرفهم هيحتاج خدمة بعد كده آه تابعي دكتورة فلان أو تابع دكتور فلان هيفيدك بوصفاته وبعد كده انت ممكن تحجز معاه استشارة علشان بقى عايز توصل الوزن المثالي أو healthy lifestyle اللي انت بتحلم به فاحجز معاه فهو الـ content بيوصلني لهدفي بس بشكل tailored أو مفصل على الخدمة اللي أنا بقدمها أو المنتج اللي أنا بقدمه طب ما تقوليلي قبل ما تسأليني السؤال بتاعي أوكي آه يعني عايزة اقولك أو انت فصريلي اكتر احنا ازاي في الكورس بتاعنا بتاع digital marketing بالموبايل أو التسويق الإلكتروني بالموبايل اخدنا الرحلة دي أوكي الرحلة دي يعني هي بتبتدي يعني هي marketing funnel متكاملة يعني ايه marketing funnel أو قولي يعني ديني بس الأسماء بالإيه مرحلة بالعرض آه مرحلة التوعية بالمنتج أو بالbrand وبعد كده الأخذ في الاعتبار بعد كده التحوين هقول كده كل حاجة بسيطة وكل ده متناول في الكورس باستفادة بقى عشان الناس تفهم باستفادة الbrand awareness زي اللي أنا قلته ده دلوقتي التو إجزامبلز اللي أنا بعرف الناس أنا مين أسيساً وبعمل إيه من غير ما أقول لهم اشتروا ولا تعالوا احجزوا استشارة ولا تعالوا اشتروا ولا أي حاجة أنا بس بدلهم معلومات قيمة تفيدهم أو بركز على المشكلة بتاعتهم أو المشاعر كمان يعني المشاعر برضو دايما الناس بتشيليت ليها يعني لو أنا ببيع مثلا أنا brand مخدات وبطاطين وكده فهبيع الراحة هبيع الدفع هبيع السعادة هبيع الرينيف لو أنا مثلا رأبتي واجعاني لو أنا ظهري واجعاني فهبيع الراحة دي كل دي مشاعر حقيقية بتتبيع فالناس هتشيليت ليها قوي دي أول مرحلة اللي هي التوعية بالمنتج أو الخدمة تاني مرحلة الأخذ في الاعتبار اللي هو أنا خلاص الناس عرفتني فالناس هتحطني كده في الليست بتاعتها إن هي خدتني في الاعتبار في دماغها يعني مش بتكتب يعني في دماغها إن مثلا لو أنا عايزة إنه مارينا دي بتاعت المحتوى جوزيف ده بتاعت تسويق بتاعت الفيديوهات أنا ده بقدمه في كونتنت إزاي ده كل ده هنعرفه في الكورس بعد كده مرحلة الكونفيرجون اللي هي التحويل أو اللي هي البيع بقى ده بيبقى محتوى كده إنه هو لا اشتري بقى أو دلوقتي فيه فلان فإلحقه يعني بقولك اشتري بشكل صريح مش لسه هعد ألف ودور عليك عروض عروض خصومات الحاجات دي كلها سعر المنتج نفسه لذلك بتتشجع الناس إن هي تشتري سعر المنتج قبله وبعد العرض فوائد المنتج ده لو اشتريته لا فوائد المنتج ده لو اشتريته لا أنا قصدي فوائد المنتج ده لو اشتريته دلوقتي لو قبل كده إنه أنت عندك خصم أنت هتاخب معي كزا انت هيبقى عندك كزا بالزبط يعني بتقلر الكونتنت بتاعي إنه هو خلاص بقى يعني هو دلوقتي اللي عميل عرفني أخدني في الاعتبار أو حطني في في لست إنه هو خلاص هيشتري مني بعد كده بقى ها الخطوة الأخيرة يلا أنا عملتلك تعالي بقى والفانل دي يعني هي مش مرة واحدة بتتعمل لأ هي بتفضل بالزبط بالزبط بخلاصة أرجع عبدال تاني لأ إن أنا أنا عملت الفانل ده خلي ناس جديدة فأنا عايزة أرجع تاني عرفهم أنا بعمل إيه فهكذا هرجع هرجع بعد كده فهكذا دي اللوب بتاعت الزكاة اللي إحنا الزكاة الاصطنوعية بقى مسته هو إنه بتساعدنا في إن إحنا نبقى بنحضر إيه في كل ده دلوقتي الزكاة الاصطنوعية سهل البروزيس دي بمعنى إن أنا بشرح وأنا بدخل أتكلم معي كده سيمبل والله أنا أنا مالهاردي أربوكي أنا صنع محتوى لبراند مثلا مستحضرات تجميل هم وعايز أعمل توصلني للتورجيت أوديينس أنا بميع كذا وكذا وكذا والتورجيت أوديينس بتوعي هما كذا وكذا هو ممكن كمان يقول لي مين الجمهور المستهدف بتاعي بصراحة أنا ما جربتش يعني لأن أنا ببقى درسة الجمهور المستهدف بتاعي وده في محاضرات مخصوصة في الكورس إزاي أعرف الجمهور المستهدف بتاعي دي حاجة مهمة أوي تعرف أن أنا جربت أنا عدت كلمت معي وقلت له أنا ببيع كورس عن التسويق الإلكتروني الكورس دوت أنا عايز أبيعه بفئة سعرية كذا وكذا وقلت الأسعار بتاعته وقلت له عدد المحاضرات وقلت له أنه هو أونلاين وقلت له أنه الناس اللي هتاخده المفروض أنهما يطلعوا محترفين للتسويق الإلكتروني قل لي مين ممكن يبقى الجمهور المستهدف بتاعي طلع لي مية شغلانة ممكن أبقى بس تهدفهم وكل شغلانة كان بيرشح لي كمان وبيقول لي كمان أنت ممكن تبقى بتحط لها صورة عاملة إزاي وتكتب لها إيه في الكابشن بتاعها طح فدي حاجة من الحاجات اللي أنا شغال بها أصلا على جزء الإعلانات الممولة طح فأنا بصراحة ما جربتش ده لإني جزء تارجت أودينس ده أنا درسي قوي فبحب أنا عمله بنفسي أنت عشان بتخشي على شغل أنت بتبقى عارفة هو مين اللي عايزي بالضبط مثلا مستحضرات تجميل فأنت عارفة أنه البنات أكتر نسل بالضبط البنات وأعمارهم كذا وكذا وبيشتغلوا ولا لا أو مركباتهم كامل اللي هيقدروا يشتروا بيها المستحضر ده لأن أنا لو ببيع مستحضر تجميل بخمسين جنيه مش زي ما هبيعبتهم مميت جنيه صح ما هيبقى الأودينس مختلف أو جمهور المستهدف مختلف الجمهور المستهدف مختلف فدي أنا متكلمة عنها باستفاضة قوي في الكورس عشان الجزء ده أنا بحبه قوي وبحب أستهدف كل جمهور كده أصيغ الكونتينت بشكل يلمس الجمهور ده يعني لو أنا بعمل محتوى لبنات في سنوي غير ما هعمل محتوى لبنات بتشتغل غير ما هعمل محتوى لأمهات بالمعمل محتوى لسيدة مجتمع بالضبط فبحب كل ده بيفرق جدا جدا في صناعة أو في تفصيل المحتوى على الفئة المستهدفة اللي أنا ببقى مركزة عليها ما ينفعش أتكلم كل الناس بنفس اللهجة مش هيفهموني أو مش هيريليتوا لي صح تعرفوا أنا دايما بحب أشبه الحتة دي بإيه بحب أشبه الحتة دي بإنه واحد دخل على مجموعة سياح كل سياح دولة كل واحد فيهم من بلد مختلفة وهو لو قال جملة بالعربي محدش فيهم خلص هيفهمه لأنه فيه هنا واحد فرنساوي فيه هنا واحد ألماني فيه هنا واحد إنجليزي فيه هنا واحد إيطالي فيه هنا واحد أسباني فدايما علشان تشرح لكل حد حاجة هو إنك تبقى بتقولها له بلغته فدايما أنا بحب أتخيل كده لأنه لو دخل على جمهول لأنا محتاج أعرف لغة واحد واحد منهم وهي دي التأسيمة بتاعت أو شخصية العميل المستعدة فإنه كل واحدة من دول كمان لها شخصية دي حاجة برضو من الحاجات اللي أنا شريحة برضو في الجزء بتاعي في الكورس هقول لك برضو حاجة دي بقى يعني دي أنا استشفتها من شغلي يعني ما لهاش قاعدة أو ما لهاش حاجة بس المشاعر دايما يجوب بتريليت مع كل الناس مع الأغنية والفقرة مع البنات الصغيرة والستات الكبيرة المشاعر دايما كل ناس هنتم مشاعر فأنا لو كلمتهم بلغة المشاعر كلهم هيرليتوا لي عشان كده دايما يعني دايما لما ببقى في كورس أو بعلم حد بكتابة المحتوى بقول له قوة تبيع منتج أو تبيع خدمة بيع شعور بيع أسلوب حياة أبل ما بتبيعش منتجاتها أبل ما بتقول لكش تعالش تري الموبايل ما بتقول لكش تعالش تري لابتوب أبل بتبيع شياكة بتبيع سهولة بتبيع تجربة استثنائية يعني بتبيع حاجات كلها شعور بتبيع سيلف استيم لو ما بيقى معاك موبايل أبل فأحسس برافزك ما بتبقى معاك موبايل ولابتوب ولابس استعى وحط إبوتس فأحسس لابس فهي مش بتقول تعالوا اشتروا هي بتبيع لايفستايل برضو أعلانات رمضان هو في فودافون قال تعالوا اشتركوا في فودافون ولا في اتصالات قالوا تعالوا اشتركوا في اتصالات ولا لو ده خط إحنا سهل مشتركين كلها بتبيع كلها كلها عن اللمة والسعادة والفرحة لأن كل الناس هاتشيليت العنزة تزعج في التليفزيون فهو عايز الأم تريليت الأب يريليت الأب يريليت الأب يريليت الأخت تريليت كله كله يريليت فهو فصلوهم محتوى بيخاطب المشاعر فكل الناس هاتشيليت فالمحتوى اللي بيخاطب المشاعر دايما دايما بيبقى هو الأصدق وهو اللي الناس كلها كل فئات الناس هاتشيليت بنسب مختلفة طبعا بس كلها هاتشيليت طيب شايف تستطيع آه عايزة سألك كل بلاتفورم على السوشيال ميديا ممكن استخدمه ازاي في كرياتين كونتنت أو في الدجيتال ماركتين عامة مش حل يعني اتكلم معنا كده شوية فيسبوك شوية انستجرام شوية تيك تاك ماشي لما ان دولا الدرجين في مصر يعني لا انا ممكن اتكلم على اللي في مصر ولا اتكلم على اللي في الخليج وعلى اللي في أوروبا يعني هي في عناصر مشتركة ما بين المنصات البني آدم بيعرف ان هو يبقى بيتواصل مع البرندات من خلالها هبسط وهقول اوضح يعني مثلا تيقول اتكلم على الفيسبوك الفيسبوك هو اكتر منصة تقدر تبقى بتتواصل مع صانع المحتوى وتشوف الناس اللي عملاله لايك وفولو وتبدأ تتفعل معهم مش بس انت بتشوف المنصة او مش بس انت بتشوف صانع المحتوى ده بيقول ليه لا تبدأ تشوف الناس واراء الناس فيه وتعمل كومنت ويردوا عليك وتخشوا مع بعض في جروب ولو انت عندك بالفعل منتج انت ببيعه او خدمة انت ببيعه هتقدر تبقى بتعمل للناس دي كوميونيتي او جماعة تقطر وتقرب فيها الناس من بعض يشاركوا مع بعض النتائج بتاعتهم يقولوا مع بعض احنا استفدنا ايه من هنا وهنا عجبنا كذا هنا كذا ما عجبناش الريفيو بتاعي عن الموضوع ده هو كذا 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 وجهة نظري في الموضوع هو كذا تقدم صورة تقدم فيديو طويل تقدم مجموعة صور تقدر تبقى برضو بتشوف وبتشارك كده كل حاجة انت بتعملها مع غيرك اوكي وتشوف تجارب الناس عاملة ازاي طب الفيسبوك انا باعتبره هو اكتر منصة بتشجع على اتخاذ القرارات لانك بتشوف غيرك عمل ايه فيها وغيرك لما اشترى المنتج ده كان ايه رأيه مش دايما بتشوف ده في انستجرام وفي تيك تاك بيكون قليل طب انستجرام انا بشوف ايه انستجرام انا بشوف العملية الكاملة لصناعة المحتوى او لصناعة المنتج وقابل اشوف كل التفاصيل بتاعته من وجهة نظر الصانع وبصورة شكلها حلو انستجرام بيهتم جدا بانك تبقى بتقدم محتوى بصري جميل بيهتم جدا انك تبقى بتقدم الحدوطة الكاملة من خلال وجهة النظر بتاعت الصانع للشخص باعتبر انه انستجرام هو عبارة عن بينج بونج ما بين الشخصيات يعني ما بيني وما بين صانع المحتوى او ما بين صاحب الخدمة او صاحب المنتج هو بيقدم لي حاجة بخش ارد وتفاعل معاه يروح هو راضد في فيديو تاني او في ستوري تاني اروح انا راضد معاه صورة شكلها حلو كاروسل او فوتو ألبوم شكله حلو اه تواصل وتفاعله بشكل مباشر وبشكل لحظي حقيقة بشوف بشوف حكي بشوف الشخص ده بيقول لي ايه اللي ورا البنطلون الجينز اللي هو بيبيعه بشوف الشخص او الست اللي بيبيعلي الدونت دي هي بتتعب ازاي علشان تعمل الدونت بشوف الشخص اللي بيعمل كورس ازاي هو بيطلع عينه وبيعطعب كل يوم عشان يقدم محتوى ويقدم الابديتز بتاعته بشوف كل الناس بتتفاعل ازاي مع الصانع من خلال انستجرام تيك تاك بشوف ازاي الجانب الاخر من الخدمة او المنتج دوت بشوف ازاي في ضحك بشوف ازاي في حقيقة بشوف ازاي في هزار في سف بشوف ازاي في ترند بيطلع او ازاي كل واحد بيبقى زكي في استغلال ترند دوت لصانحه وازاي يقدر يقدمه مش كل الناس بيبقى عندها القوة بتاعت استغلال او استخدام الترند ده لكن الشاطر هو اللي بيعرف يستغل كل ترند بحيث انه يقدر يبقى بيقدمهولي بصورة تشدني انا وشو الشخص ده بيعمل ايه يوتيوب جمال اليوتيوب اليوتيوب الحلو فيه في ايه اليوتيوب احنا مش بنخش على اليوتيوب علشان نفتح الفيديو اللي بيجي قصدنا وخلاص اليوتيوب هو عارف كويس او احنا بنحب ايه وبيبقى بيقدمهولنا بشكل مباشر انا ليه مجموعة حاجات او بخش في السورش كده بار اكتب لو سمحت هاتلي كذا 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 كيفية عمل كذا طريقة البحث عن كذا فبحس انه اليوتيوب هو بيديني مساحة اكتر اني ابقى بشرح فيه انا بعمل ايه وقدم للشخص اللي داخل يدور عليا المعلومات بشكل مستفيد ما قبل البيع ما بعد البيع اثناء عملية البيع لو عنده سؤال فممكن يلاقيه متجاوب عليه في المنصة نفسها اللي انا بقى اعمله في الكورس ايه يعني خليني برضو ابقى باستغل السؤال ده عشان ابقى باقول برضو عن الكورس انه انا شارح كل منصة ازاي نبقى بنستغلها ونقدم فيها محتوى بشكل عامل ازاي بشكل مفصل ايه الانسب فيديو هنا ولا صورة هنا ولا كاروسل هنا ولا لونج ولا شورت ولا الشورت ستتقدم ازاي طيب لو عايز استغل الزكاء الاصطناعي انه هو يكتب لي المحتوى بتاع اي حاجة من دول طيب لو عايز استخدم الزكاء الاصطناعي انه يعمل لي تصميم استغله في اي واحدة او اي منصة من دول ده سبب او ده قوة الزكاء الاصطناعي في انه هو يبدأ يساعدني ويدخلني اكتر على المنصات التانية ده ده يعني اجابتي على الايه على السؤال مورينا انا عايز اسألك على ايه هي التولز اللي ممكن ابقى باستخدمها لو انا صانع محتوى اي منها بنتعلمه في الكورس كمان لو انتي عندك يعني استفادة شوي تحكي لي هو كان فيه تولز كتيرة قبل ظهور الزكاء الاصطناعي بس بعد ظهور الزكاء الاصطناعي بس بعد ظهور الزكاء الاصطناعي التولز اختصرت شوية بقيت باستخدم تولز اي اي فهي بتعمل لي كل حاجة كان فيه تول الاول بتصحح لي الجرامر كان فيه تول بتعملي ريفريزنج كان فيه تول بتساعدني ان انا اكريات المحتوى او اكريات المحتوى بشكل كويس في افكار المحتوى وفي الكتابة كمان تمام دلوقتي كل دول حلمح لهم تشات جي بي تي او بارد اللي هو الاي اي اللي تابع جوجل او بينج الاي اي اللي تابع مايكروسوفت ودول التلاتة انا متكلم عنهم باستفادة وانت كمان متكلم عنهم باستفادة في الكورس هي مش كتر التولز على قد وورك سمارت نوت هارد فانت بتدخل كل النيتز بتاعتك لتول واحدة وهو بيطلع لك كل حاجة مرة واحدة بدل ما تقعد تتشتت ما بين طول وطول ده هيعملك ديستورشن او يعني تشتت انت باه وانت متشتغل طيب هل في تكنيك او خليني اقول يعني طرق معينة في صناعة المحتوى نفسه يعني مثلا لو عايز اكتب كابشن هكتبه ازاي لو عايز اختار الهاشتاج هختاره ازاي هل دي حاجات احنا مفصصينها في الكورس حابة انك تب ايه بتلمحي على حاجة منها طبعا انا بتكلمة باستفادة جدا عن موضوع الكابشن في الكورس بمعنى ان الكابشن هو مش كلام رص وخلاص انا ساعة ببقى بسكرول في فيسبوك بلاقي بلاقي مسانسورة او فيديو وكابشن كبيرش لا مش انا مش هاخد اقرى كل ده انت عايز تقولي ايه انت عايز تركز على مشكلة عندي او حاجة حلها في المنتج او الخدمة بتاعتك قل هالي في الاول وبعد كده قولي انت هتساعدني ازاي بعد كده قولي الكلت و اكشن انت عايزني اعمل ايه اتصل احجز ابعد رسالة لازم تقولي انا انت عايزني انا اعمل ايه انا حد بيتفرج اعمل ايه ايه الهدف البوست ده انت عايز الاودينت بتاعك يعمل ايه دي برضو من الحاجات المهمة اقول في الكابشن ساعد بلاقي كابشن كبيرة اوي مش حتى حاجة في الايه حتى لو معمول كونتنت اديوكيشن اللي هو التعليمي انا بقدم معلومات تابعنا عشان تعرف اكتر استنى البوست اللي جاي عشان تعرف اكتر عن تكملة البوست ده لازم يبقى فيه كولتو اكشن انت بتحدد البوصلة اللي انت عايز تروح لها من الفوصلة ممكن احرق حجم الحاجات اللي انت ايه لها في الكورس الجزء اللي انت كنتي عاملها بتاع ودي حجم الحاجات اللي انا عن نفسي بستفيد منها بتاع الكولتو اكشن نفسها ان هي اما انت كنتي بتقولي انه مش شرط يكون ليه علاقة بالسوشيال ميديا بتاعتي انا لكن ممكن يبقى ليه علاقة بصحتك انت فاكرة لما كنتي بتكلمة على لما كنتي عايلى نصايح المية ففي الاخر خلص كنتي حتى الكولتو اكشن بتاع ما تنساش المكينة تبقى بتشرب اه بالزبط يعني لو انا مثلا مقدمة انا نيوترشانيست مثلا ومقدمة محزوزين الناس دي معنا او انا نيوترشانيست فمقدمة نصايح عن مثلا المية او اهمية المية او فمش لازم ما اقول مثلا شربت مية كم مره النهاردة او ما تنساش تشرب مية او يعني انه مش بس اعمل لايك اعمل فروق اشتري اه اه لا 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 او للمفروض نبقى بنفضل شغلين بيه انا فهمك يمكن ده معروف بس يمكن من الحاجات الجديدة اللي بنقدمها هو ازاي تستخدم الزكاية الاصطناعي عشان يبقى يساعدك في صياغة وكتابة الكبش طيب اش هتسألين سؤال او يلا بيه الالجوريزم اللغة اتمات ايه ده او الالجوريزم كلمة الالجوريزم هي كلمة دايما ناس بتسمحها وممكن ما بتبقاش فهمها هو ده معناها الالجوريزم ببساطة هو عبارة عن زي روبوت موجود ورا كل منصة بيعرف انت محتاجة ايه بالزبط من المنصة دي يعني لو انت بتقلبي في الفيسبوك وايدك رحتي موقفة شوية على البوست اللي فيه واحدة بتخسل شعرها بشامبو معين الالجوريزم هو عبارة عن روبوت بيقيس عدد الثواني اللي انت وقفت فيها الفيديو ده علشان تعطي تتفرجي فيحصل بعد كده انه كل الفيديوهات اللي بتجيلك شامبوهات ليه؟ لانك انت وقفت بالموبايل وانت بتقلبي واختارتي الفيديو بتاع الشامبو هو ده معنى الالجوريزم بشكل مبسط خالص لأ هو لي تفاصيل اكتر وهو هندسة لاني مهندس فانا فاهم ازاي الحاجة دي بتشتغل وعد تذكرها اكتر بس الالجوريزم في صورته الاولى البسيطة هو المهندس اللي قاعد ورا الانستجرام او ورا الفيسبوك يقراك ويفهمك ويدعمك او يوقعك يعني لو انت بتيجي وتوري مثلا على انستجرام انه انا بحب النوع دوت من المحتوى وما بحبش نوع تاني فحتى لو انت بنت وما بتحبيش نوع الشامبوهات والكلام ده كله وخلاص بتشوفه بتقلبيه بسرعة ما بتقفيش عليه الالجوريزم بيفهمك فاي حد مستهدفك كانه يبقى بيبيع لك شامبو هيقع منه انت بسبب انك انت قلبتيها واكتشف مثلا خليني اقترجم برضه بحاجة بتاع الشامبو دوت اللي البنت ده مش عاجبها الشامبو بتقلب وبتجري وبتروح على طول على اعلانات الاغاني الرومانسية يعمل ايه يفهم جمهور المستهدف بيحب ايه وبيفهمه من خلال قرائته للالجوريزم او يشوف الالجوريزم دلوقتي متحرك لايه والبنات بتتكلم على ايه ويسأل الزكاية الاصطناعية ما بيتحركوا في ايه فيبقى الاعلان بتاعه وبعد كده عبارة عن اغنية رومانسية بتقدم الشامبو هو ده فهم الالجوريزم اللي حيدفعك بعد كده انك تبقى بتصنع محتوى صديق للالجوريزم او دايما بنقول الالجوريزم فريندلي ودي حاجة من الحاجات اللي شرحناها في الكورس بشكل مفصل علشان الناس تبقى فاهمة لو انا ببيع بقى بعمل ايه لو انا ببيع شامبو ومش اجيب شامبو واروح منزله واحدة بتغسل شعرها وخلاص الكلام على كده لا فهم الالجوريزم بيخليني ابقى بوصل للناس من نوع المحتوى اللي هم بيحبوه وده برضو يعني بدون قطع كلامك بيصب برضو في جمهور المستهدف صح صح يعني هو فكرة التوجي تأوديس او جمهور المستهدف بتصب في كل حاجة ليه علاقة بالمحتوى صح ما فهمين ما فهمين طبعا صح حسألك سؤال حسألك سؤال انا عندي يعني في الكورس دوت حاجة عايز يعني اشارك معاك بشكل صريح عايز اشارك حاجة والله يعني ومشتكسف منك النسحة قاعدة بتسمع مارينا اقولك لا والله الكورس دوت ينفع للناس بس اللي عايزة تعمل محتوى وتصنع محتوى وهم يشتغروا في اجنسز ما ينفعنيش انا لو انا صاحب بيزنس والكورس ده ينفع لمين يا ورينا الكورس ده ينفع ده بالذات ينفع لاصحاب البزنس يعني لو انت صاحب بيزنس او صاحب ستارتاب او بتقدم منتج لسه بيبتدي او انت بيبيع هدوم بتجيبي هدوم من مكان معين وبتبيعيها بتبيعي ميكب اي حاجة بتقدمي خدمة استشارة في مجال ما او في شيء ما الكورس ده هو ليك او ليكي علشان هو بيعلمك كل حاجة ازاي يعني بيعلمك ازاي تسوق للمنتجك او خدمتك بالموبايل من غير ما تحتاج بقى تروح لديجيتال ماركتينج ايجنسي من غير ما تحتاج ان انت تستعين بحد تاني لأ انت هتعمل كل حاجة بنفسك من موبايلك هم تحفظ بس فيه ناس كتير قوي بتقول لي يعني هو كده ديجيتال ماركتينج ايجنسيز ماتت اكيد لأ اكيد لأ عشان انت هتوصل لمرحلة معينة خلاص انت معندكش وقت تعمل ده بنفسك انت البزنس بتاعك هيكبر معندكش وقت تعمل ده بنفسك فتخلي حد هو اللي يعمله بالنيابة عنك عشان انت مشغول او انت مش فاضي او انت خلاص يعني انت البزنس بتاعك كبر فلا يو هفتو ان انت عايز تعلي كواليتي الكونتنت تخليه يوصل الناس اكتر تشيل الحتة دي من عليك فتستعين بحد تاني بعد ما بقى قادر ويبقى عندي البزنس نفسه قوي بعد ما تبقى وقفت البزنس بتاعك على رجل واكتشولي عرفتوا الاكبر عدد من الناس الناس بقت بتدخل على صفحتك بتلاقيها well established page ما تلاقيهاش page تعبان عليها two or three videos وخلاص يعني انا دايما لما بحب اشتري حاجة بحب ادخل على instagram page والweb site once a dollar well established بلاقيهم كده شكلهم حلو منظمين الكونتنت بتاعهم شكله كويس انا ببسك في المكان ده او ببسك في الpage دي اوكي ضحفا طيب عايزة تسألين سعيد اوكي يالا بينا ممكن تكلمنا اكتر عن الاعلانات الممولة خصوصا ان يعني انا كdigital marketing specialist او consultant او whatever بيجيلي clients بيقولولي لأ بصي احنا مش عايزين نبتدي الاول ببوجت اعلانات ممولة احنا نبتدي نشوف ال content نعمل نcreate content وبعد كده نشوف نتيجة ال content ده تعمل ايه والله ما جابتش نتيجة نبقى نعمل اعلانات ممولة طيب عايزة فهمهم ان الorganic content هما دلوقتي facebook و instagram متى عمتا موتوه عشان الناس تدفع في sponsor ads فما بقاش عارفة وصلهم بزيه والله طيب فممكن تكلمنا عن اهمية الاعلانات الممولة في البزنس اي بزنس حتى لو start up السيو او بتاع انستجرام طلع من ستة شهور وقال انك لو عندك ميت فولور الصورة او الفيديو اللي انت بتنزله هيتشاف من ستة اشخاص بس من المية يعني الorganic reach او انه الناس تبقى بتشوف المحتوى بتاعك organically من غير ما يدفع فيهم فلوس بيتشاف من ستة في المية بس يعني انا لو عندي بزنس وببيع فيه منتج اخلي بس ستة هما اللي اشتروا لا طب ايه الحل الحل في اني ابقى بوصل للاربعة وتسعين التانيين الاربعة وتسعين في المية التانيين من خلال الاعلانات الممولة انا بس ممكن اقول حاجة طبعا هما من خمان مش هيشتروا هما هيشوفوا بس الاربعة يعني ستة هيشوفوا كم بقى هيشتري زير واكتر صح يعني هي الكونفرجن بيبقى ضعيف جدا بس انا بحترم جدا الاربعة لاني بشوف انه لو في حد بيعمل اعلام ممول من غير ما يبقى عنده بالفعل لمحتوى قوي هو موجود عنده في ظهره وموجود في الصفحات بتاعته ده شيء بيوقع اصلا المصدقية بتاعة الشخص نفسه فالتنين يمشوا مع بعض بالتوازي اه بالتوازي بس انا بدي تركيز برضو بشكل كبير للاعلانات الممولة الاعلان الممول بيديك مساحة انك توصلي لمارينا جورج اللي مسكة في ايديها موبايل ايفون اللي سكنة في المنطقة الفلانية اللي بتشتغل الشغلان الفلانية اللي مرتبها بالشكل الفلاني اللي عندها بنت واحدة اللي عندها زوج مش منفصلة اللي عندها اب وام فالام حتبقى ينفع معاها بعد كده لو في عيد ام فبيديك امكانية التخصيص والاستهداف بشكل مباشر وبشكل مدروس وبشكل مفصل وده برضو حاجة من الحاجات اللي انا بركز عليها في الكورس هو ازاي تعمل اعلان الممول تستهدف الناس بشكل دقيق جدا 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 فيبقى معاك رصاصة ومعاك غزالة الرصاصة دي هتروح في الغزالة دي بشكل مؤكد مش ان انا ابقى ماشي كده او ماشي كده فيا سلام لو انا بقدم محتوى ارجانيك حقيقي موجود ويا سلام لو انا كمان بقدم اعلان الممول بشكل قوي مظبوط متذاكر متحضر مذاكر جمهوري مستهدفه بشكل مباشر محدد له الميزانية المظبوطة فابقى بقدر ان انا ابيع بشكل مباشر وقوي ده ردي يعني عن الاعلانات الممولة حلو قوي عايز اسألك على الايبوك يعني ايه ايبوك وايه اهمية تواجده في الكورسات بتاعتنا ولو في حاجة بتنزل اصلي فيه ناس كتير بتقولك والله انت صورت الكورس وخلصته طب فيه update حصل بشكل جديد ده احنا بنتناوله ازاي عندنا في الكورس بتاعنا احكي لي طيب انا كمارينا بحب لو انا بتعلم حاجة يبقى ليها material معايا فقدر ارجع لها ما عودش ان انا قعد اقلب في الفيديو لان انا شخص بحب يعني اقرأ واكتب اكتر من ان انا برضو بس معي فهو الكورس مستو ان هو مش زي اي كورس online هو بيتذيك الفيديو material videos وخلاص ويسقط لا هو معاه ايبوك ايه الايبوك هو material زي مذكرة الاكترونية وممكن تقدر تتبعها ممكن تتطبع لو الناس اللي بتحب الورق والهيلايت وتخطط زي حالاتي ممكن تتطبع تبقى معاك لو انا عجبني اكتر حاجة content writing او content creation فانا الجزء ده او انا عايز اركز عليه او هرجع له لما امسك project ان شاء الله في الحتة الفلانية فالجزء ده هيبقى مفيد قوي معي فهرجع له فابتدي اهيلايت عليه او اكتب لو انا مش طبعه هبتدي اكتب ده صفحة كام لو انا مهتمة بالاعلانات الممولة الجزء ده هينفعني بعد كده في الشغل فابتدي ان انا افوكس عليه فهو مش هضيع وقت بقى ان انا هقعد لسه افر في الفيديوز تاني واعيد تاني الكورس وانا اصلا ارادى كنت يعني اي ارادى انفسد وقت فيه ان انا اخدته فمش هعود اخده تاني فالايبوك بيبقى مفيد في الحالة دي الجزء التاني بتاع الابديتنج فلا اهو الكورس تصور مرة بس الكورس دايما انا وجهو بنقول هو كورس حي يعني هو مش مش تحط مرة ومسلا هو تحط الفين تلاتة وعشرين هتيجي تشو الفين اربعة وعشرين هتيجي تشوفه الفين خمسة وعشرين هتلاقيه هو هو بتاع الفين اربعة وعشرين لا هو بيبقى افديتت اكوردنج لاي حاجة حصلت اي ترند طلع اي اي حاجات متى غيرتها تغيرت في انستجرام في فيسبوك في الحاجات دي كلها تحط اي ارتكل مهم نزل او اي اي تحديث او اي افديت جديد نزل احنا بنمدوكم فيه في الكورس وكمان لو فيه اي حاجة برضو حاجة جديدة نزلت احنا بنبلغكم من خلال الجروب انه والله يا جماعة فيه فيديو جديد نزل عن كذا الاي بوك زاد كان بيج كده عن الطابق الفلاني او عن الموضوع الفلاني فهو الفكرة انه هو الكورس افديتت وهو هيفضل افديتت ان شاء الله على طول يعني ان شاء الله انا قدر منعمل دوت انا بس عايز اقول حاجة اخيرة في صناعة المحتوى حتة الافكار ان اجيب فكرة ازاي محتوى او اجيب فكرة اعلان او اجيب فكرة سكريبت حتى مكتوب دايما بقول ان الافكار دي هي مش مش وليدة لحظة لأ هي 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 نتاج لخبراتنا واللي مشاعرنا والكل حاجة احنا شفناها وقابلناها يعني انا ممكن يجيلي فكرة اعلان من فيديو انا شفته من سفرية انا سفرتها فقابلت واحد قال لي كوت معينة فجابتلي فكرة في جماغي لبوست او الاعلان دايما الانسان افضل من ادوات الذكاء الاصطناعي لان الانسان عنده مشاعر عنده تجارب عنده رجلين بيمشي بيها وبيلف بيقدر يلف ويروح وييجي ويتكلم ويسمع الناس ويسمع تجاربهم ومشاعرهم فدي اكتر حاجة فعلا ان الانسان يقدر ان هو يختلط بناس ويسمعهم ويسمع مشاكلهم دي بتبقى اكتر حاجة ملهمة ممكن تلهمه بعد كده الافكار محتوى افضل وتلمس الناس اكتر يعني اكتر من الذكاء الاصطناعي فش كده مهما قالوا الذكاء الاصطناعي هيحل محل البني ادم فلأ البني ادم هيفضل طول عمره بني ادم عنده لحم ودم ومشاعر وتجارب وكل حاجة الذكاء الاصطناعي مش هيقدر هو بس بيساعد لكن هو مش هيحل محل البني ادم طح شكرا ان انت قلت ده انا مبسوط بالتوك اللي حصلت دي لان احنا برضو ايه فصصنا حاجات كتير يا رب تبقى الناس استفادت ايه استفادنا او ايه او انا في حاجة حالة هو الراجل ده اكيد نمعي الراجل ده صايم واكيد عايز 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 الله ينور يعني ربنا يحميكو الله ينور انا مبسوط بالتوك دي وشكرا ان انت يعني ايه فتحتي كده برضو عن الكورس نفسه ابتدتي ان انت تبقى تقولي لو اي حد عنده اي استفسار عن شيء ممكن يبقى بيبعته لنا الفيديو ده هيبقى موجود على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام تيك تاك ويوتيوب ايه نفس المنصة اللي احنا بقى بنتعلم عليها ان شاء الله اي حد عنده ايه استفسار عن ايه ايه يعني شكرا انا جوزيف بتاع الفيديوهات سلام